بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الرابع وهو بعنوان إيجاد معكوس المصفوفة 2 في 2 inverse of 2 cross 2 matrix معنى نظرية تقول لنا متى يكون للمصفوفة 2 في 2 معكوس وكيف يمكن حساب هذا المعكوس مباشرة باستخدام صيغة معينة لو عندنا مصفوفة A مربعة ذات أبعد 2 في 2 عناصرها ABCD فإن هذه المصفوفة تكون invertible أي لها معكوس if and only if لو كان حاصل ضرب القطر الرئيسي بمعنى A في D ناقص عناصر قطر غير الرئيسي بمعنى B في C لا يساوي الصفر وهذا المصطلح كما في المربع الموجود أيمن الشاشة يطلق عليه determinant of a matrix A أي أن AD ناقص BC اسمه determinant of A كما يمكن كتابته بالصيغة هذه نستبدل الأكواس المدورة والمربعة للمصفوفة بخط عن اليمين وخط عن اليسار بينه العناصر هذا الرمز هو محدد المصفوفة وسوف نشرحه بالتفصيل إن شاء الله في الوحدة القادمة أي أن المصفوفة تكون لها معكوس إذا كان محددها لا يساوي صفر في هذه الحالة يمكن حساب معكوس المصفوفة A مباشرة A ناقص واحد من الصيغة واحد على محدد المصفوفة AD ناقص BC في المصفوفة D ناقص B سالب CA كيف كتبنا هذه المصفوفة؟ إذا رجعنا للمصفوفة الأصلية عناصرها A B C D في البداية نبدل عناصر القطر الرئيسي نبدل أماكنها فالآن تأخذ D مكان A والA مكان D تأتي D فوق وA تحت أما عناصر القطر غير الرئيسي فتبقى كما هي في مكانها وماذا نفعل فيها؟ فقط نغير إشارتها من سالب إلى موجب معنا الآن تدريبان على كيفية استخدام هذه النظرية في إيجاد معكوس المصفوفة 2 في 2 التدريب الأول المصفوفة A عناصرها 6 1 5 2 في البداية نحاول الآن نتعرف هل لها معكوس أم لا نحسب محدد هذه المصفوفة بضرب عناصر القطر الرئيسي 2 في 6 ناقص عناصر القطر غير الرئيسي 1 في 5 فيكون الناتج 12 ناقص 5 يساوي 7 أي أنه لا يساوي الصفر إذن A لها معكوس is invertible كيف نوجد هذا المعكوس من القانون A ناقص 1 يساوي 1 على محدد المصفوفة على 7 ثم نعكس عناصر القطر الرئيسي فتأتي لاثنين مكان الستة والقطر غير الرئيسي يبقى كما هو ولكن نغير إشارته بعد ذلك نقسم المصفوفة على 7 فتكون 2 على 7 سالب 5 على 7 سالب 1 على 7 ماذا عن المصفوفة الموجودة في الجزء الأيمن A يساوي سالب 1 2 ثلاثة سالب 6 في البداية نحسب محدد المصفوفة بدرب عناصر القطر الرئيسي سالب 6 في سالب 1 نطرح منها عناصر القطر غير الرئيسي 2 في 3 تساوي سالب سالب موجودة بستة ناقص 2 في ثلاثة ستة أي أن محدد المصفوفة يساوي صفر في هذه الحالة هذه المصفوفة ليس لها معكوس بمعنى أنها Singular Matrix أو Non Invertible Matrix أو أن يساوي صفر